موسيقى الرئيس السيسي يبحث مع نظره الصيني في الرياض العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والرئيس الصيني يشيد بدور مصر المحورية للمرة التاسعة النواب اللبناني يفشل في اختيار رئيس جديد للبلاد وبر يدعو للتوافق لحسم اسم الرئيس كوتين يواصل ضرباته على البنى التحتية الأوكرانية للطاقة ويؤكد أنها تأتي ردا على انفجار جسر القرم السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت الانج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى موسيقى التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في الرياض مع الرئيس الصيني تشي جينبينغ حيث أعرب الرئيس عن تطلعه للعمل المشترك خلال الفترة القادمة للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين الجانبين وخلال اللقاء شهد الرئيس الصيني بدور مصر بقيادة الرئيس في تعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط كما قدم تهنئة للرئيس على التنظيم المصري الرفيع المستوى للقمة العالمية للمناخ كابت وانتسابا بشرم الشيخ ونجاح الكبير الذي حققته وأكد الرئيس الصيني أن بلاده تعتز بشراكتها مع مصر في جميع المجالات وتتطلع للتوسع وتنويع أطر التعاون المختلفة فضلا عن دعم مصر في مسيرة التنمية الحالية بقيادة الرئيس السيسي مشيرا إلى أن مصر بها فرص واعدة للاستثمارات والشركات الصينية وأضح المتحدث باسم الرئاسة أن لقاء تناول استعراض أوجه التعاون التنائي بين البلدين حيث أشهر الرئيس السيسي إلى تكامل المبادرة الصينية الحزام والتريق مع جهود مصر التنموية كما أعرب سيد الرئيس عن التطلع لتعزيز التدفقات الصيحية الصينية إلى مصر فضلا عن تشجيع الشركات الصينية على تعطيم استثماراتها في البلاد وشهد اللقاء تبادل الرؤى بالنسبة لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة حيث ثمن الرئيس الصيني في هذا الإطار الدورة المصرية الرائدة في صون السلم والأمن والاستقرار في المنطقة خاصة من خلال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والحديث عن مردود التعاون المصري الصيني اقتصاديا ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي السيد حسام عيد سيد حسام الرئيس السيسي أكد في لقائه مع رئيس الصيني على تكامل المبادرة الصينية الحزام والطريق مع جهود مصر التنموية خاصة بالطبع تلك المتعلقة بتنمية محور قناة السويس كيف ترى هذا الشق في التعاون اقتصاديا بين الجانبين؟ طبعا زي ما تبعنا كده خلال القمة العربية الصينية النهاردة التي تعقد لأول مرة في الدول الخليجي العربي والتي نقشت بشكل كبير وواضح أو تعاون المشترك الاستراتيجي والسياسي وزيادة الاستثمارات المشتركة بين الدول العربية ودولة الصين وطبعا هناك عدة اتفاقيات تم الاتفاق عليها بين الجمهورية مصر العربية بهذه القمة العربية الصينية مع دولة الصين والتي تعتبر شريك أساسي اقتصادي بالنسبة ومهم جدا بالنسبة للدولة المصرية وطبعا اعتقد ان الاستثمارات الصينية التي تضخ في جمهورية مصر العربية الاستثمارات المباشرة والتي بلغت ما يقرب من 19 مليار دولار اعتقد ان هي تدل على عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وباكين وان شاء الله نشوف يكون هناك مزيدا من هذه الاستثمارات في الحزام الأخضر وبعض الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها بالقمة العربية الصينية اعتقد ان هيكون ديها مردود ايجابي بشكل سريع جدا على الاقتصاد المصري بالعام الجديد ان شاء الله نعم يعني الرئيس ايضا تحدث عن تطلع لتعزيز التدفقات السياحية الصينية الى مصر كيف ترى مردود هذا تعاون الاقتصادية المصري الصينية على واحد من اهم القطاعات وهي قطاع السياحة هو طبعا من القطاعات المهمة جدا والتي هناك حدث فيها تطور كبير جدا ما بين العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية وهو قطاع السياحة والتي ساهمت دولة الصين بشكل كبير جدا في نمو هذا القطاع خلال الفترة الاخيرة وزيادة عدد السائحين الى جمهورية مصر العربية ان شاء الله ده هيكون فيه مزيدا من هذه الاتفاقيات المصرية الصينية التي تساهم بشكل كبير جدا في نمو قطاع السياحة المصرية خلال العام المقبل وان شاء الله نشوف مزيدا من الاستقرار بقطاع السياحة وتحقيق نسب نمو مرتفعة مع الاتفاقيات الاقتصادية ما بين مصر والصين وان شاء الله هيكون لها مردود ايجابي ايضا في الناتب القوم الاجمالي المصري الجي دي بي في خلال العام المالي المقبل ان شاء الله نعم يعني نتحدث عن مبادرة الحسام والطريق وهي مبادرة يعاول عليها كثيرا ليس فقط على صعيد المحلي وانما على صعيد الافريقي ومصر تلعب دور هام كبوابة هامة الى افريقيا مردود يعني تفعيل هذه المبادرة الهامة طموحة على القارة الافريقية بشكل نعم يعني طبعا تعتبر مصر هي بوابة الاستثمارات الافريقية وهي بحكم او بطبيعة موقع مصر الاستراتيجي وهي بوابة قررة اسيا لافريقيا اقتصاديا واعتقد ان مصر تلعب دور اساسي ومهم جدا في دخل الاستثمارات وزيادة الاستثمارات الاسيوية الى قررة افريقيا واعتقد ان اتفاية الحزام الاخضر والارض والصحراء هي من ضمن الدور المهم جدا التي تلعبه مصر في الاقتصاد الافريقي والتي تعتبر مصر تاني اكبر دولة اقتصاديا على مستوى قررة افريقيا واعتقد ان هيكون فيه مزيدا من الاستثمارات التي تضخ من خلال الجمهورية مصر العربية التي تعود على قررة افريقيا بالنمو الاقتصادي في ظل الازمة الراهنة والتي القد بظلالها على الاقتصادات الكبرى واتجاه الاقتصادات الكبرى العالمية نحو سياسة انكماشية تشددية اعتقد ان مصر تنجح فيه رفع معدلات النمو للقررة الافريقية بصفة عامة في ظل الازمة او الاتجاه الدولي نحو سياسة انكماشية تشددية المترتبة على الازمة الجيوسياسية التي بدأت او يعني مطلع هذا العام بين روسيا واوكرانيا اعتقد ان هيكون فيه مزيدا من النمو الاقتصاد الافريقي بصفة عامة خلال العام المقبل عن طريق او من خلال مصر بوابة مصر الافريقية او بوابة مصر الاقتصادية الافريقية تحديدا ان شاء الله نشوف فيه مزيدا من التعاون في العلاقات الصينية المصرية ومزيدا من الاستثمارات وان شاء الله نقدر يعني يكون فيه تحقيق لمؤشرات النمو الاقتصادي ويقدر من الاقتصاد المصري بصفة خاصة تحقيق نسب النمو المرجوة منه والمتوقعة منه من المؤسسات المالية الدولية إن شاء الله هشكرك جزيلا الخبير الاقتصادي سيد حسام عيد كنت معنا عبر الهاتف وخلال زيارته للعاصمة السعودية الرياض التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وزراء العراق محمد شيع السوداني وذلك بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي للرئاسة الجمهورية وخلال لقاء جدد الرئيس السيسي تهنئة لأخيه رئيس الوزراء العراقية على نجاحه في نيل تقة البرلمان وتشكيل الحكومة متمنيا له خالص التوفيق في أداء مهم منصبه ومؤكدا التقدير الكبير للعراق حكومة وشعبا والاعتزاز بروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق والحرص على دفع أطر تعاني ثنائي بين البلدين إلى أفاق أرحب وأضاف المتحدث أن الرئيس أكد على ثوابت الراصخة للسياسة المصرية بدعم العراق وتعظيم دوره القومي العربي فضلا عن تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعيدة ومساعدته على تجاوز كافة التحديات وكان رئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى العاصمة السعودية رياض للمشاركة في القمة العربية الصينية الأولى وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن برنامج الرئيس السيسي سيتضمن عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في القمة من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وكذا مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية الصينية التي تعقد بالعاصمة الرياض ولدى وصول السيد الرئيس مطار الملك خالد الدولي بالرياض كان في استقبال سيادته الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض والسيد أحمد أبو الغيت أمين عام جامعة الدول العربية وكبار رجال الدولة وتأتي ظروف انعقاد القمة في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى تضافر الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد الحلول السياسية للعديد من الأزمات والقضايا الإقليمية والدولية وتمثل القمة محطة بارزة في مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت إن القمة العربية الصينية لتعاون والتنمية تعاد حدثا تاريخيا بكل المقييس وتعكس يتقل المنطقة العربية في النظام الاقتصادي الدولي وأضف أبو الغيت في تصريحات صحفية أن ذلك الحدث يمثل إدراكا مشتركا من الصين والدول العربية لما تقتضيه اللحظة الحالية التي تشهد أزمات عالمية متوالية وممتدة الأثر ما يحتم مدى جسور التواصل والعمل المشترك لإيجاد مبادرات فعالة للتعامل مع واقع الأزمات وتخفيف أثارها على الشعوب فضلا عن توظيف الإمكانات المتاحة لدى الطرفين العربي والصيني لتحقيق الازدهار المنشود من جانبه أكد رئيس البرلمان العربي عادل عسومي أهمية القمة العربية الصينية الأولى والتي ستعقد غدا في مدينة الرياض في ظل تحديات غير مسبوقة على المستوى العربي والدولي في تعزيز التعاون والتكاتف والشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والدول الصديقة لها لمواجهة هذه التحديات وأعرب العسومي عن ثقته في أن هذه القمة ستمثل نقطة تحول جوهرية في تحقيقه تطلعات الشعبين العربي والصيني في التقدم والتنمية مشيرا إلى أن العلاقات العربية مع جمهورية الصين الشعبية تحكمها العديد من المصالح المتبادلة فضلا عن الانتماء الحضري المشترك تحتضن رياض قمة أن تجمع بين الدول العربية والصين بهدف دفع مسيرة التعاون بين الجانبين إلى أفاق أرحب تكتسب القمة العربية الصينية أهمية كبيرة في ظل الظرف الضقيق الذي تشهده الساحة العالمية أهمية كبرى تحملها زيارة الرئيس الصيني شي جينبينج للمملكة العربية السعودية والتي وصفتها بكين بأنها أكبر وأهم نشاط دبلوماسي بين الصين والعالم العربي منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية وأنه سيصبح حدثا تاريخيا في تاريخ تطور العلاقات بين الصين والدول العربية وبخلاف عقد قمة سعودية صينية وقمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية إلا أن الزيارة الخاصة بالرئيس الصينية تدشن لمرحلة جديدة من العلاقات بعد إطلاق المرحلة الأولى مع إنشاء منتدى التعاون الصيني العربي في عام 2004 وإعلان مبادرة الحزام والطريقة في عام 2013 حيث ترسم تلك القمم خارطة طريق قادمة للتعاون في مجالات سياسية واقتصادية وتقنية وعلمية ويتصدر جدول أعمال القمم السلاسة الاهتمام بتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات والكفاية الذاتية لضمان مواجهة تكرار الأزمات بشكل أفضل فضلا عن تعزيز التعاون في التحول إلى الطاقة الخضراء والاقتصاد الأخضر وكالعادة يكون حجم العلاقات الاقتصادية هو ترجمة للعلاقات السياسية بين الدول فإنه من المتوقع أن تشهد القمم دعم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والصين حيث ترسم القمم خطة العمل المشتركة للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي والصين ما بين عامي 2022 و2025 فضلا عن أكثر من 20 اتفاقية أولية بقيمة تتجاوز 29 مليار دولار وتوقيع وصيقة الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والصين وخطة الموأمة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريقة مع إطلاق جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين السعودية والصين وكعادتها في الآوينة الأخيرة تسيطر الأزمة الأوكرانية على معظم الاجتماعات والمحافل الدولية تسعى القمة العربية الصينية إلى إطلاق موقف موحد من الأزمة في أوكرانيا يهدف في المقام الأول إلى دعم التسوية السلمية وللحديث عن العلاقات المصرية العربية والعربية الصينية ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي بعد التحية أستاذ جمال قمة عربية الصينية هي الأولى من نوعها حدث تاريخي بكل المقاييس يعكس ثقل وحضور المنطقة العربية في النظام الدولي كيف تقرأ انطلاق هذه القمة الأهداف والرسائل برأيك كل التعاوى التقدير لحضرتك والسادة المشاهدين خلينا نقول أنه العلاقات المصرية الصينية بدأت يعني 53 والعلاقات الدبلوماسية توسقت عام 56 علاقات الصينية السعودية في بداية التسعينيات 1990 هذه رسائل يسجلها التاريخ مصر أول دولة تعترف بالصين كدولة وحتى هذه اللحظة تحدث على التأكيد على أن الصين دولة واحدة جمهورية الصين الشعبية هناك ثوابت تنطلق منها العلاقات المصرية والعربية مع الصين عبر التاريخ وفي مراحل مختلفة لكن هذا التوقيت له دلالاته وله رسائله نحن أمام عالم وخرائد تتغير بقوة هناك قوة تتنافس على الوجود داخل خرائد العالم كل يسعى لتحقيق مصالحه الصين يهمها توسيق علاقاتها بدولة بحكم مصر عدد سكانها يزيل عن 120 مليون نسمة وهذا الجانب يدخل في المصالح الاقتصادية مباشرة ورسائلها في الاستثمار والتصدير وخلافه وأيضا فيما يتعلق بالجانب السياسي وهي تعلم جيدا الدور المصري الذي حرص على تأكيده الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى مهمة قيادة الدورة المصرية عام 2014 وهي تعمل ووصيل برأيك ما هي أبرز القضايا والموضوعات على أجندة هذه القمة العربية الصينية وكيف يمكن تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الطرفين الطرف العربي والطرف الصيني شكرك أستاذ جمال يبدو أنك لا تسمعني بوضوح الآن أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي أهلا بحضراتكم من جديد إلى نشرة السادسة أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أهمية إنشاء مشروع الصودة أشوى مشتقاتها والذي يهدف إلى إنتاج مادة كربونات السوديوم لتلبية احتياجات السوق المحلية والحد من استيرادها من الخارج لافتا إلى ضرورة توحيد الجهود في هذا الملف وخلال اجتماعه مع وزير البترول وعدد من المسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع إنتاج الصودة أش أكد مدبولي أن الحكومة ترحب من مشاركة القطاع الخاص في هذا المشروع الهام استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي موقف تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادية مصر 2022 الذي عقد أكتوبر الماضي واستهدف التوافق حول قارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترات المقبلة وفي هذا الإطار أوضح مجلس الوزراء أنه تمت موافاة الوزراء والجهات المعنية بجميع الوثائق الخاصة بالمؤتمر متضمنة توتيقا للتوصيات المنباتقة عنه كما تم تشكيل أمانة فنية لمتابعة تنفيذ التوصيات في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كما قام المركز بتطوير عدد من اللوحات المعلوماتية التي تتيح لمتخذ القرار متابعة التوصيات الجارية والمنفدة موزعة على المحاور الاستراتيجية والقطاعات وكذلك الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ تلك التوصيات أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية الدور الذي تقدمه وكالة الفضاء المصرية في خدمة مجال علوم الفضاء وتوطين هذه الصناعة الحيوية في الدولة وبناء أجيال تواكب التقدم التكنولوجيا المتسارع جاء ذلك خلال لقاء مدبولي بالرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية شريف صدقي الذي أكد أن الأهداف الرئيسية لعمل وكالة الفضاء المصرية تتركز في استحداث ونقل تكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها نفى مجلس الوزراء للدعاءات والمزاعم بشأن توجه الدولة المصرية لبيع الأصول وأوضح المجلس أن الحكومة قامت بوضع سياسة متكاملة لملكية الدولة للأصول ومقترحات لتعزيز دور القطاع الخاص على مستوى القطاعات المختلفة وذلك استنادا إلى التجارب الدولية الناجحة ولفت إلى أن سياسة ملكية الدولة الأصول تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محققة لثموحات المصريين نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقدم الحكومة بمشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتضمن السماح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية التي أكدت أن مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي يناقشه مجلس النواب حاليا لا يمس بسرية الحسابات البنكية للمصريين ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة في مصر ويقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبية صدق الفريق محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة على قابول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2023 صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية على الأعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة إبريل 2023 جاء ذلك خلال وقاء المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء سامير خليدي مدير إدارة التجنيد والتعبئة أشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية والتي سيتم مستقبالهم اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق العشرين من ديسمبر 2022 وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع إدارة التجنيد والتعبئة على شبكة الإنترنت على العنوان التالي تجنيد.mod.gov.eg ومن خلال ركم الخدمة الصوتية للمركز الإلكتروني لخدمات التجنيد 15-4-99 تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي هذا وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 667 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت 811 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 127 طن وفي مجالي حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأسعار بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 651 طن وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 32 طن وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 916 قضية من بينها 237 قضية خبز ناقص الوزن و236 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أكدت مصر التزامها بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى القضاء على تنظيم داعش الإرهابي وتكثيف منابع تمويله جاء ذلك في البيان الذي ألقاه الوزير المفوض محمد فؤاد مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي بوزارة الخارجية وذلك خلال مشاركة مصر في إطار عضويتها بالتحالف الدولي لهزيمة داعش وذكرت وزارة الخارجية أن الاجتماع تناول الجهود المبدولة للتصدي لبقايا تنظيم داعش الإرهابية في العراق والسوريا سبو للتعامل مع التهديدات التي تمثلها الجماعات المرتبطة بداعش في أفريقيا وأفغانستان بالإضافة إلى المستجدات الخاصة بأنشطة مجموعات العمل المنباتقة عن التحالف حذرت وزارة الخارجية من قيام بعض الشركات والكيانات غير المسؤولة باستغلال رغبة بعض المواطنين الرغبين في العمل في الدول الأوروبية في تيسير عملية سفرهم بطرق غير مشروعة إلى دول معبر داخل أوروبا وتركهم في ظروف أمنية وإنسانية قاسية تحت وهم تسهيل نقلهم إلى دول أوروبية أخرى للعمل وتهيب وزارة الخارجية بالسادة المواطنين تجنب التعامل مع مثل هذه الكيانات لعدم التعرض للمساءلة القانونية من جانب سلطات الدول الأجنبية قبل ترحيلهم مرة أخرى إلى أرض الوطن والاستفسار عن أي معلومات أو إرشادات تخص الطرق الرسمية للسفر إلى مختلف الدول وذلك من خلال التواصل مع القطاع القنصلي بوزارة الخارجية في لبنان فاشل البرلمان للمرة التاسعة في انتخاب رئيس للجمهورية رغم شغور المنصب منذ أكثر من شهر واقترع تسعة وثلاثون نائبا بورقة بيضاء فيما حصل النائب ميشيل معوض على تسعة وثلاثين صوتا وحدد رئيس البرلمان نبيه بيري الذي دعا للحوار لتوافق على اسم مرشح حدد موعدا لجلسة جديدة الخميسة المقبلة ولا يملك أي فريق سياسي أكثرية برلمانية تخوله فرض مرشحه أمر رئيس الوزراء العراقية محمد شيع السوداني بتشكيل لجنة تحقيق على خلفية تفريق قوات الأمن الاحتجاجات في الناصرية ما أدى إلى سقوط قتيلين وإصابة آخرين كما أصدر رئيس الوزراء العراقي توجيها لوزير الداخلية بإقالة قائد الشرطة الناصرية كانت الشرطة العراقية قد ذكرت أن محتجين رشقوا قوات الأمن بالحجارة مما أدى إلى إصابة أحد عشر على الأقل فيما أفادت مصادر طبية بإصابة ستة عشر شخصا قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس إن القانون الانتخابي يمنح الهيئة السلطة التقديرية والصلاحية في إلغاء النتائج التي يحصل عليها الفائزون حال رصد ما يثبت التأثير على الانتخابات بالمخالفة للقانون وقال رئيس الهيئة خلال إشرافه على عملية نقل بطاقات التصويت الانتخابية من المقر الرئيسي بتونس العاصمة إلى الهيئات الفرعية بالولايات قال إن الهيئة ووحدات الرصد التابعة لها توصل متابعة كل المخالفات الانتخابية المرتكبة مشيرا إلى أنه تم إحالة عشرات المخالفات إلى النيابة العامة وتتولى الإدارة القانونية بالهيئة متابعتها وتنطلق الانتخابات التشرعية في السابع عشر من ديسمبر أكد الرئيس الروسي فلادمير بوتين أن بلاده ستواصل ضرباتها على البناء التحتية الأوكرانية للطاقة التي أصابتها صواريخ سابقا متسببة في انقطاع كبير للطيار الكهربائي والمياه مع تدني درجات الحرارة في الشتاء أعتبر بوتين أن عمليات القصف هذه هي رد على الانفجار الذي ألحق أضرارا بجسر القرمة الذي أنشأته روسيا وهجمات أخرى نزبتها موسكو إلى كيابة كذلك ألقى بوتين باللوم على كياب في نسف خطوط كهرباء محطة التقنوية في كورسك وهي منطقة روسية على حدود أوكرانيا قالت الرئاسة الروسية إن الحرب يمكن أن تنتهي غدا إذا أراد الرئيس الأوكراني زيلانسكي ذلك تصريحات الكريملين جاءت ردا على توقع القيادة الأوكرانية انتهاء الحرب خلال العام المقبل وردا على سؤالا عن أهداف الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا قال المتحدث باسم الكريملين إن روسيا ما زال يتعين عليها تحرير أجزاء من مناطق دانتسك والوهانسك وخرسون وذابوريجيا كما قرر الكريملين بوجود خطر من وقوع هجمات أوكرانية على مواقعه في شبه جزيرة القرمة مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني وصلوا شن هجمات إرهابية هناك قال المستشار الألماني أولف شولتس إن استخدام الرئيس الروسي بلاديمير بوتين الأسلحة النووية في إطار عملياته العسكرية في أوكرانيا تضاءل استجابة لضغوط المجتمع الدولي أضف المستشار الألماني أنه كان من المهم أن يستمر الحوار مع الكريملين مشددا على أن الرئيس الروسي عليه وقف الحرب وأن يكون مستعدا لتحاور مع الاتحاد الأوروبية بشأن التسلح في أوروبا مؤكدا أن بلاده من أكبر داعمين لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة بما يشمل إمدادات الأسلحة قالت وزارة الخارجية الروسية إنها أطلقت صراحة نجمة كرة السل الأمريكية بريتني جرينر مقابل إفراج الولايات المتحدة عن مواطنها فيكتور بوت في صفقة تبادل سجناء وذكرت وكالة أنباء الروسية أن صفقة المبادلة تمت في مطار أبوظبي أعلنت وزارتها الخارجية السعودية والإماراتية نجاح الوساطة التي قادها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد النهيان وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود للإفراج والتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا للتحادية وأكد بيان صادر عن الوزارتين أن نجاح جهود الوساطة يأتي نعكاسا لعلاقات الصدق المشتركة والوطيضة التي تجمع بلديهما بالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ولدور المهم الذي يتلعبه قيادة البلدين الشقيقين في تعزيز الحوار بين جميع الأطراف أقرر رئيس الأمريكي جو بايدن بفشل واشنطن في تحرير سجين بول ويلنث المسجون في روسيا على عكس لعبة كرة السل الأمريكية بريتني جراينر لكنه تعهد بعدم التخلي أبدا عن مساعي الإفراج عنه وأضف بايدن أن بلاده تتعامل مع موسكو في قضية بول بشكل مختلف عن قضية بريتني ورغم فشله في تأمين الإفراج عنه إلا أنه أكد عدم التخلي أبدا عن مساعي الإفراج عنه أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك كأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان ولا يزال نقطة تحول بالنسبة للجميع وقالت الوزيرة الألمانية إن بلادها تواصل العمل مع بريطانيا بشكل جيد وإثقة على المستوى التنائي وكذلك في منظمة حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة ومجموعة السبعة من خلال حوار استراتيجي رسمي بين الجانبين كشفت رابطة سيارات عن الركاب الصينية أن مبيعات سيارات الركاب في الصين بلغت 1.67 مليون وحدة في نوفمبر من خفاض نسبته تصل إلى 9.5% على أساس سنوي وتوقعت الرابطة الصينية أن يسرع المستهلكون للشراء في نهاية العام قبل انقضاء أجل الدعم الحكومي وخفض ضريبة الشراء هذا وقد انخفضت مبيعات السيارات في نوفمبر لأول مرة منذ مايو على الرغم من التحفيزات الحكومية في الشهور الماضية بسبب استمرار فرض الكثير من قيود مكافحة كورونا الشهر الماضي الأمر الذي قوض الطلب وأبطأ أنشطة الإنتاج السادسة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها السلطات الألمانية تؤكد أنها وجهت ضربة قوية لتنظيم مواطن رايخ وتتوقع مدهمات أخرى بحقهم الأيام المثلة قالت الاستخبارات الألمانية أنها وجهت ضربة قوية للمجموعة المسلحة من تنظيم مواطن رايخ اليمينية المتطرفة مشيرة إلى أنهم يمتلكون ترسانة أسلحة غير مشروعة هذا وتتوقع السلطات الألمانية تقديم وتنفيذ المزيد من الاعتقالات والمدهمات في الأيام المقبلة على صلة بالجماعة اليمينية المتطرفة وأكد لدعاء أنها كانت تستعد لقلب نظام الحكم باستخدام العنف من أجل تنصيب فرد سابق من عائلة مالكة ألمانية كزعيم للبلاد وقال وزير داخلية في ولاية تورينجن بشرق ألمانيا جورج ماير إن السلطات اعتقلت خمسة وعشرين من أعضاء الجماعة وأنصارها في مدهمات شارك فيها نحو ثلاثة ألاف من قوات الأمنة فوصفها ماير بأنها غير مسبوقة في تاريخ البلاد الحديد يناقش وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في بروكسل ضم بلغاريا ورومانيا وكرواتيا لمنطقة شينجن كان كارلا نهامر المستشار النمسوي قد أكد أن حكومته على استعداد لضم كرواتيا ولكنها ستصوت ضد انضمام رومانيا وإسبانيا وبلغاريا لأسباب تتعلق بالهجرة غير المنظمة هذا ويتعين موافقة الدول الأعضاء بالإجماع لانضمام أي دولة إلى منطقة شينجن أدت نائبة الرئيس السابق لبيرو دينا بولوارت اليمينة دستورية كرئيس مؤقت للبلاد بعد إقالة الرئيس بيدرو كاستيو من منصبه وتصاعدت الأزمة السياسية في بيرو بين الرئيس اليسري بيدرو كاستيو والبرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية لينتهي الأمر بعزل كاستيو من منصبه قبل أن تعتقله الشرطة هذا وقد صوت البرلمان على عزل كاستيو بتهمة العجز الأخلاقية بأغلبية مائة وواحد نائب من أصل مائة وثلاثين في جلسة بتاه تلفزيون بشكل مباشر لتعلن الشرطة البيروفية بعد ذلك اعتقال كاستيو الذي وصفته بلقب الرئيس السابق كشفت وزارة الداخلية غموض اختطاف أحد الأشخاص بالقاهرة وتمكنت من ضبط الجناة كما كشفت ملابسات واقعة الاختطافة التي تتعلق بالإتجار بالمواد المخدرة وتمكنت من ضبط مصنع لتصنيع مخدر البودر وعلى صعيد أمنية آخر تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين يتاجران بالأسلحة النارية بالجيزة وبحوزاتهم كمية من الأسلحة النارية بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة من أحد المواطنين أفاد مشاهدته مجموعة من الأشخاص يقومون باختطاف قائد إحدى السيارات حال توقفه ولاد بالفرار تاركين السيارة قيادته وفي وقت لاحق حاضر للقسم المجني عليها مصابا بجروح متفرقة وأيّد ما قاله الشاهد أنا كنت راكب عربية جيب ركنتها وأول ما نزلت جات ناس قاعدوا يضربوا فيها في الشارع وخطفوني اتخذوني في مكان زراعة كبير قاعدوا يضربوا فيها هناك مش أنت مش أنت مش أنت المطلوب ده يعطي علينا كل حاجة احنا عملناها بعد كده نزلوني تحت دقاري بعد كده جيت على الإسف بإجراء التحريات وجمع المعلومات أم كان التوصل إلى مرتكب الواقع عاطل ارتكبها بالاشتراك مع آخرين لوجود خلافات مالية بينه وبين مالك السيارة قيادة المجني عليها حول الإتجار بالمواد المخدرة فخطط الاختطاف إلا أنهم وعن طريق الخطأ قاموا باختطاف المجني عليه ظنا منهم أنه مالك السيارة وعقب اكتشافهم ذلك قاموا بتركه ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبطهم أحسن أنا كان لديه عندي إسلام ده 600 ألف جنيه فلوس مخدرات وكنتش عارفة وصل له وبعاكية لما وصلت له ما كانش رضي يديني فلوسي مش أنه العربية بتاعته على أساس أنه هو اللي جواه لقينا واحد تاني اللي جواه ضربنا واخدنا معنا ودنا الجيزة ووصبنا في الجيزة وضربها واقعة الاختطاف التي تم ارتكابها لخلافات حول الإتجار بالمواد المخدرة قادت الأجهزة الأمنية للبحث وراء طرفي الواقعة وتتبع خطوط السير واستخدام التقنيات الحديثة وهو ما قاد إلى وجود شقة سكنية يتخذها عناصر التشكيل مقرا لممارسة تجارتهم بالمواد المخدرة تم استهداف الشقة بمأموريات بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لتنجح الأجهزة الأمنية في الكشف عن أن عناصر التشكيل يتخذون هذه الشقة وقرا لتصنيع المواد المخدرة بخاصة مخدر البودر وتمكنت من ضبط كمية من مخدر البودر ومستلزمات تصنيع تازن 2 كيلو جرام ونصف الكيلو جرام وكمية سائلة من ذات المخدر فضلا عن الأدوات والمعدات المستخدمة في عملية التصنيع وأسلحة نارية وبيضاء وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليونين وخمسمائة ألف جنيه وفي سياق أمني آخر تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنصيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومدريات أمن الجيزة من ضبط عنصرين إجراميين تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة حال استقلالهما سيارة بنطاق قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة وبتفتيش السيارة عسر على أسلحة نارية مخبأة بمخزن سري تم إعداده بالسيارة وتم ضبط 81 بندقية خرطوش وأقر المتهمان بحيازتهم هذه الأسلحة بقصد الإتقار بها واستخدام السيارة المضبوطة في تنقلاتهما ومقابلة عملائهما للترويج لنشاطهما الإجرامي انتلقت المبادرة الوطنية لتطوير صناعة المصرية ابدأ بتكليف من رئيس الجمهورية لخريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل الصناعة وتنمية العنصر البشرية وتوطين التنمية بما يضمن استدامة المبادرة وتسعى المبادرة الوطنية لتطوير صناعة المصرية ابدأ إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية وهي توفير فرص عمل وتوطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير نحو 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربع المقبلة نظم حزب وحماة الوطن بالبحيرة جلسات الحوار الوطني بحضور الدكتورة النهال بلبع نائب محافظة البحيرة وعدد من قيادات الحزب والنواب وأساتذة الجامعات وذلك بمقر مجمع دمنهور الثقافي تناولت الجلسات المحاور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في حضور عدد كبير من أبناء محافظة البحيرة فخورين جدا بشعب ومحافظة البحيرة على هذه المشاركة وعلى هذا الإحساس اللي نابع من ذاتهم للمشاركة فيه التخطيط لرسم سياسات اللي هتساعد الدولة المصرية لتنفيذ رؤى ومقترحات وتطوير أداء العديد من المجالات اللي فعلا ترقى وتصل بالدولة المصرية إلى المبتغى الذي ينشده المواطن المصري وعلى رأسهم السيدة رئيس عفتاح السيسي رئيس الجمهورية للوصول إلى إن شاء الله الجمهورية الجديدة تحدثنا في المحاور المتعددة الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ويعني اهتمينا إلى حد كبير بالمحور الاقتصادي بما أنه يهم شريحة عليا من المصريين وخصوصا بعد تأزم العالم بالحرب الأوكرانية ومقابل كوفيد 19 فده كله بلا شك أثر تأثير سلبي على اقتصادات العالم إحنا قدرنا أن نطلع بأقل الخسائر فقدرنا أن نحن دلوقتي نحاكي الأولويات الملحة للمواطن بتكليف القيادة السياسية أن نقدر إن شاء الله يشترك في الحوار كافة طواقف الشعب المصري باعتبار أنه حوار يشمل كل المصريين باشكو بات كرامي صدر رئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته للحوار الوطني لكن ده حرك الحاج السياسية داخل مصر كانت مبادرة الحمد لله مبادرة كان لها قامتها ودي من ضمن أكثر مبادرات مبادرة فلسي مبادرة حياة كريمة الحمد لله كل مبادرات راكت نجاح عشان كده أنا متأكد أن المبادرة الحوار الوطني الحمد لله أثبتت فعلياتها وأثبتت نجاحها مجرد ما ترقينا ومستدر رئيس بحوار وطني لجميع فئة المجتمع بتادينا نعمل على هذا المحور السياسي والاجتماعي والاقتصادي نزلنا داخل الكرة والعزب والنجوع عشان نشوف إيه ما طالب المواطن المصري تفقد وزير التنمية المحلية هشام أمنى ومحافظ أسوان أشرف عطية مشروع إنشاء مجمع مواقف وسويقات غرب وشرق مدينة كومومبو ضمن 19 مشروعا للإدارة المحلية تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة والذي تم تنفيذه بنسبة 75% ويعد مشروع مجمع مواقف مدينة كومومبو من أكبر المواقف التي تقام في إطار المبادرة ويضم موقف لسيارات السيرفيس حيث يستوعب 232 سيارة مايكرو باس بجانب منطقة الخدمات والتي ستشمل 19 محلا تجاريا ومكتبا إداريا فيما سيضم المشروع أيضا إنشاء موقف الكفور لسيرفيس ليستوعب 200 سيارة سيرفيس بالإضافة إلى منطقة الخدمات التي تضم 17 محلا تجاريا وكافيتيريا ومكتبا إداريا نظمت مدرية الصحة بضميات قافلة طبية في قرية جمسا شرق التابعة لمركز كفر البطيخ بضميات ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين وقال مدير مدرية الصحة بضميات السيد عبد الجواد إن القافلة تتضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهاز أشعة وتم صرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا هذا وقد انطلقت قافلة طبية بالوحدة بمنطقة الخير التابعة لإدارة شلاتين الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاق لـ 27 حالة بمختلف التخصصات الطبية وتم إجراء جميع الكشفات والفحوصات وصرف العلاق بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر موسيقى 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 والآن مشاهدين نتابع أهم عن باء المال والأعمال بقى من الأخبار الاقتصادية بصحبة مرنة إيهاب إليك مرنة شكرا لكم محمد وإيمان والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا موسيقى شهد وزير الكهرباء محمد شاكر توقيع عقدة بين شركة سيمانز والشركة القابدة لكهرباء مصر ويهدف العقد الموقع إلى توريد برماجيات نظام التحكم وإدارة شبكة الطاقة وإقامة بنية تحتية ذكية لقياس الطاقة بمنطقة الدلدة بقيمة تبلغ حوالي 40 مليون يورو ويتم تمويل هذا المشروع من خلال هيئة التعاون الدولية اليابانية جاكايا ويشمل المشروع عدد 10 محطات محولات وعدد 42 نوحة توزيع وعدد 101 حلق ذكية وعدد 175 ألف عدد ذكية أكد وزير البترول طارق الملة أن المناطق الجغرافية البترولية ملتزمة بتنفيذ خطط الإصحاح البيئية بتنسيق كامل ومستمر على مدار الساعة مع وزارة البيئة وتوفير كافة المعلومات والبيانات اللازمة لفريق العمل للإصراع بتنفيذ خطط الإصحاح البيئية جاء ذلك خلال اجتماع وزير البترول مع وزيرة البيئة ياسمين فؤاد لمتابعة الموقف التنفيذية لخطط التوافق البيئي لشركات البترول العاملة بمحافظتي السويس والبحر الأحمر ووفقا للاشتراطات البيئية وذلك تنفيذا لتكلفات رئاسية لللجنة العليا للتوافق والإصلاح البيئي لحل مشكلة الصرف الصناعية لعدد من شركات البترول في مياه خليق السويس ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة صادرات المصرية للصين سجلت 1.5 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2021 وذلك بارتفاع يقدر ب36.7% وأوضح الجهاز أن قيمة الوردات المصرية من الصين بلغت 11.1 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022 مقابل 10.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2021 بارتفاع يقدر ب3.8% في سوق المال أنهت البورسة المصرية تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب وسط تدولات مرتفعة وربح رأس المال السوقية 5.5 مليار جنيها ليغلق عند مستوى 951.3 مليار جنيها وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 35 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 14.838 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 89 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 2728 نقطة وصعيد مؤشر EGX 100 بنسبة 83 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 4019 نقطة وإلى أسواق المال حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيها المصرية ليسجل الدولار الأمريكي 24 جنيها فاصل 59 قرشا للشراء و24 جنيها فاصل 66 قرشا للبيعة وسجل اليورو 25 جنيها فاصل 83 قرشا للشراء و25 جنيها فاصل 92 قرشا للبيعة في حين وصل الاسترليني إلى 29 جنيها فاصل 9 قرشا للشراء و30 جنيها للبيعة وبنسبة للعملات العربية فسجل الدرهم الأمريكي 6 جنيها فاصل 69 قرشا للشراء و6 جنيها فاصل 71 قرشا للبيعة وسجل الريال السعودية 6 جنيها فاصل 54 قرشا للشراء و6 جنيها فاصل 56 قرشا للبيعة قال رئيس مجلس الدولة الصينية ليكا تشانجا لرؤساء منظمات دولية إن نمو الاقتصادية لبلاده سوف يحضر بانتعاش وستدام من خلال تطبيق إجراءات مكافحة فيروس كورونا المعدلة جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الدولة الصينية مع رئيس البنك الدولي دافت مالبس والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورج عام لمنظمة التجارة العالمية نيجوزي أكونغو في هوانكشن وخلال المحادثات تشدد لي على أن الصين سوف تحفظ على سعر صرف ثابت بشكل أساسي مما سيساعد على استقرار سلسلة التوريد العالمية انتهت جولتنا الاقتصادية العودة لكم مرة أخرى محمد وإيمان شكرا لك برنا بجولتنا الاقتصادية نصل مع حضراتكم لختام نشرة السادسة بقي أن نذكركم بأبرز عنوينها رئيس السيسي يبحث مع نظيره الصيني في الرياض وعلاقات التنائية وقضايا المنطقة ورئيس الصيني يشيد بدور مصر المحورية للمرة التاسعة النواب اللبناني يفشل في اختيار رئيس جديد للبلاد وبر يدعو للتوافق لحسم اسم الرئيس بوتن يواصل ضرباته على البنى التحتية الأوكرانية للطاقة ويؤكد أنها تأتي ربدا على انفجار جسر القرم ختموا نشرة السادسة أتاتكم من التلفزيون المصري نشكركم على طيب المتابعة ودمتم سليمين